موسيقى موسيقى السلام عليكم لا يجوز اعتقال أي شخص أو تفتيش منزله إلا بأمر قضائي ولا يجوز تنفيذ أوامر بالقبض أو التفتيش إلا في ضوء النهار هكذا تقول القوانين اليمنية التي حرص مشرعها على حفظ الحقوق للمواطنين وأعراضهم وحقهم في الطمأنينة والأمن لكن ميليشيا الحوثي والمخلوع تدرج على انتهاك حقوق الإنسان وإهانة القانون منذ أن وجدت نفسها وأوجدت الفوضى ونشرت الظلم في كل مكان المواطن نشوان الحيدري لم يداهم منزله قبل طلوع الشمس فقط بل كسر باب منزله وعلى الرغم من تسليمه لنفسه لخاطفيه فقد أطلقوا عليه الرصاص وهو في أيديهم وعذبوه حتى وهو في المستشفى قصة نشوان الحيدري كما يرويها لنا في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود تفاجأت في يوم 16 ثمانية 2016 الساعة الرابعة ونصف جداً بهجوم على بيتي وأنا نائم في البيت وأنا وأولادي جاءت لي أجيب من قالوا نحن الدولة زبطوا الباب بقوة حتى فتحوا أتفاجأوا بعصابة كلها ملثمين تبع القوات الخاصة بيزي القوات الخاصة أشي المطلوب قالوا يا ويب الدولة قالت لهم على طول خرجت وسلمت دخلوا فرتشوا البيت ودوروا التلفون زبطوا النار يعني يشلوا النار وكذا وهددوا النار بالآلي بدأوا على طول بعد خروجي من البيت بالاعتداء علي بالضرب اعتدوا أيضاً في نفس لحظة دخول البيت على زوجتي بالضرب خوفوا الأولاد نهبوا البيت خارج البيت اعتدوا عليه بالضرب وبدأوا كأنهم فتحوا القدس بإطلاق النار بشكل كثير في الجو فمشيت معهم بينما أنا الطالع للطقم صوبوني في ريكلين حاولوا بعض الناس الذين خرجوا ربط الريكلين في مكان الجرح اعتدوا عليهم بالضرب ومنعوهم من ربط الريكل ثم أخذوني بعداً بالطقم إلى مستشفى القاعدة ومن مستشفى القاعدة إلى مستشفى الثورة في إب في مستشفى الثورة في إب عملوا العملية الأولى وكان عملية عبث الطلقة كانت سطحية ولاحمة لم يكن هناك كوسر في الريل أو تمزق شرائين أو أي شيء بعداً عملوا العملية للساعة التاسعة صباحاً في نفس اليوم ثم الساعة دعشر ليلاً أي التفاجئة النام يأخذوني لغرفة العملية مرة أخرى وعملوا العملية الثانية العملية الأولى كانت فقط هذه هي العملية من هنا إلى هنا العملية الأولى ثم كانت العملية الثانية أن فك الرجل من هذا المكان إلى هذا المكان في اليوم الثاني عملية الثالثة يفتح الرجل نفس الرجل تيبوتيرات في الاتجاه الآخر من الرقبة إلى قاع الرجل في اليوم الثالث العملية الثالثة كانت بدون تخدير جاربعة في مستشفى الثورة في إيب كلبشوا يداتي لظهر السرير حق المستشفى وثنين ضغطوا عليه بقوة وكان دكتور خارجي هو من قام بفتح ومعه واحد يمني يتكلم بلغة أصحاب قليل ما زال يعني لغة زيدية فكنت أصرخ وأصيح أشتي مهدئ فرفضوا في المغرب قلت لهم كانت أصيح من شدة الألم أشتي مهدئ قوي قالوا إيش مهدئ قبت لهم نوع الإبرابيث دين قالوا إيش أعرفك أنت قلت له أنا أشتغل مساعد طبيب فكان ثنين موجودين من ميليشيات كل واحد نظار الآخر وقال بهذه الكلمة قال شكله عرف بكل شيء يعني قصدون العمل اللي عمله عبث لأننا قلت له أنه مساعد طبيب قالوا خلاص بان تفاجأتوا بعد العشاء جاءوا بقوة يسحبوني بقوة ويغموا على وجههم يغطوا على الياب بطانية ويخذوني إلى فقباص واتجهوا بي إلى مستشفى الثورة في صنعاء وصلت الساعة الثانية في الليل مستشفى الثورة في صنعاء جلس مربي في الطوارئ إلى الرابعة عصر اليوم الثاني جاء الدكتور يشوف المختص يشوف الحالة يشوف رقلي يحسب أننا جاي من مستشفى خاص قال ليش في بك يا ابني قالت له وطلق نارية قال وين مكاني قالت له هنا قال ايش اللي جرى لك الآن هذا قالت له قالوا عملي عملي في المستشفى قال هذا عبث متعمد هذا ليس عمل طبي أنا يا ابني أعمل لك الآن إفادة إنه الذي جرى لك عبث متعمد وليس عمل طبي خالص وأنا مسؤول عن كلامي ومستعد أن أدلي بشهادتي أمام أي هيئة قضائية أو إعلامية قاموا بالميليشيات بالاعتداء عليه قالوا شوف شغلك ما لك زخل تتخاطب مع المريض دي هذه الألفاظ عرف الطبيب يعني لما الميليشيات عرفوا عنه عرف أننا مختطاف أو كذا قال له مش تجلس مع المريض رحاله قال اسمعي اشقصة قالت له يا دكتور أنا أخذوني من بيتي مخطف قال لي أنت مختطف قالت له في عام مختطف قال لي يا ابني قد عبثوا برقلك عبث زائد فسأحاول أن أرد الشرائل التي مزقوها أو لن يكون أمامك إلا أن تبتر رقلك ساعتها سلمت أمري الله عز وجل وقالت ما قدر الله يكون تفاجأت في يوم 19 لما دخلوا غرفة العمليات خرجت وقد بطرت رقلي حمدت الله واسترجعت في يوم 21 وأنا في مستشفى الثورة أتفاجأ بأنهم يأخذوني إلى غرفة تحقيقات في الدور الرابع في مستشفى الثورة أصبوا على عيوني كلب شوني وبدأ التحقيق الجلسة الأولى كانت تحقيق نوعاً ما خفيف الجلسة الثانية أيضاً نوعاً ما خفيف الجلسة الثالثة تفاجأت بأنهم يوجهوا لي تهم كبرى علاقتك بك بالتحالف بالدواعش قلت لهم أنا أخذتموني من بيت إذا كان لأي علاقة بأي جهة من اللي تقولون في الننام معهم في الجبهات لكن أخذتموني من بيتي من بين أولادي لم يكن لأي علاقة بأي شيء في اليوم الرابع جلسة تحقيق اليوم الرابع بدأ بالتهديد بدأ بالضرب بالتعليق أثناء التحقيق كان أتعلق من ثلاث إلى أربع ساعات في الليل وأنا مصاب ورق لي مبتورة وفي نفس الوقت العملية السابقة التي وقع في يعني عملية في نفس الوقت ثلاث إلى أربع ساعات التعليق طاعن على جسمي ضرب تهديد بالسلاح بالتصفية أيضاً إحدى الليالياتي المحقق ويقول لي اعترف قلت له يا أخي سجل الذي تريد وأنا أوقع وبصم لك على الذي تريد قال لما بالتعترف كأنه كان يصورهم قلت له ما فيش حاجة أعترف به ما قدرش أعترف بحاجة ما فعلتهاش فزبطني في رقلي المبتورة ثم قال لي هل أنت تتألم قلت له نعم أتألم قلت له شيء مهد قلت له نعم قل المرافق أحد المرافقين حقه يفتح على الجرح أجل يفتح على الجرح فإذا به قل لي الألم هنا قلت له نعم قام طلع فشعرت أنه طلع إلى السل اللي قال يسفقه وانم كالبش ودعس على رقلي حتى فك الخياط دعسها بقوة وحتى فك الخياط ولم أشعر بعدها إلا وقد أنا في غرفة الإسعاف أفقته بعدها بساعات وأسمعهم يقولوا لابد نوقف له النزيف الرجل المريض بون أزيف حاد عندما فقتوه شفتوه تنقرب دم معلقة قولي من اللي قرأ له قالت له ما أعرفش أنا في غرفة التحقيق بعدها قال طيب قال لهم يا هذا يا إما تخلونا نعالجه حتى يشبعين تأخذوه أما هكذا نحن نعالجه وأنتم يعني تعذبوه لا يصلح هذا الكلام فأضرب الطبيب عن العمل حتى بحقة لا يأخذوني للتحقيق إلا بعدها أشفاء بعدها هذه القلسة في تأريخ واحية في تأريخ 14-9 بالضبط أذكرها في تأريخ 14-9 أخذوني للتحقيق أول ما بدأت للتحقيق فوصلت إلى غرفة طبعا تخرج التحقيق معصب العيون فعندما توصل لك يشوق ظهر السيد اللي انتعله وصلت إلى غرفة أسمع فيها بعض الأنات فيها الأناس يتعذبوا يعني واضح فيها بعض الصراخ فيقول لي يا أخي يا داعشي ريحنا وريح نفسك قالت له يا أخي الحال بيدك مش بيدنا إنك تريحني وتريح نفسك فقال لي أشهد الحال قلت له فعلا الذي تشتين فقلت له أنا من شدة التعذيب قلت له أخي من لي تلقى ريحني وريح نفسك فقال نعم أنا عاجز عنك أخذ مسدس وأنا مغمى على عيني طبعا معصوب العينين أخذ مسدس ومل المسدس قلت له أنا أشهد أن لا إله إلى الله وأشهده نحمد صلى الله فقال لي تحسب أنك ستموت بهذه السهولة والله لا تموت تتمنى الموت ونخلك تذوق الموت ألف مرة فقلت له لن تفعلوا أكثر ما قد فعلتموه أخذوني في يوم إلى ثلاجة وكانوا يسكبوا علي الماء الساقع رفوق القراح ويشغلوا المكيفات الباردة حتى حسسته بالسقع داخل قسمي كله وهكذا جلست كان يسكب الماء ويشغل مكيفات حق ربع ساعات ثم بعدين يطف ويجي يدفني لما يمشي الباردة ورجع على هذه الحال ليلة كاملة حتى أذان الفجر بعد هذه نقلوني من مستشفى الثورة إلى مستشفى القدس جلست شهر كامل في مستشفى الثورة 17 جلسة التحقيق كلها تعذيب لط إهانة سبل العرض يعني أقضع العبارات أقضع الألفاظ يشعر الإنسان أنه مهان ويشعر بالقهر الحقيقي عند هذه الميليشيات لأنهم لا يعرفون عرف ولا يعرفون عيب ولا يعرفون فقط تلذذ بالتعذيب عندهم فن يعني أجادوا فن التعذيب والتلذذ شهوة للتعذيب لم يكن لديهم أي أخلاقة تعملوا مع أسرة أو مع جرحة أو مع مختطفين أو معتقلين أبرياء كله عندهم ضرب تعذيب إهانة وهكذا كيف انتهت هذه المعاناة؟ المعاناة بعد شهر في مستشفى القدس أضربته عن الطعام وحاول أتحويه السجل لأن نقتلهم أنا مش عارف أشتهمتي لحد الآن فأضربت عن الطعام في يوم 7 أكتوبر عندما ضربت الصالة وأنا مضرب عن الطعام في صنع فبعد فكت الإضراب عن الطعام في تاريخ 9 أكتوبر على سنوعدون يحولون للسجل طلما الشعري في إيش ذنبي أنا مسجون رقلي بوتيرات بدون أي خطوم بيت نقلته إلى السجن بعدها جلس في السجن أربعة أشهر انتهت بصفقة تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية في تاز والميليشيات الحوثية خارقنا في تاريخ 12-2016 بصفقة تبادل أسرى هذه قضية تحتاج إلى التحقيق بشكل خاص لماذا أطلقوا عليه النار ولم يكن يشكل عليهم أي خطر ومن هو الطبيب الذي عبث بقدمه في مستشفى الثورة في إيب ولماذا بل ولماذا اختطفوه أساسا من منزله بينما كان ينام بين أهله وأطفاله إذا كان الغرض أن يبادلوه بأسرى فلماذا عذبوه إلى هذه الدرجة إلى درجة أن يعبثوا بقدمه وهو يشاهد ويوصلوه إلى هذه الحال مشاهدين الكرام قضية المعتقلين في سجون الميليشيا وحقوقهم المرعية في القانون موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي بعد فاصل قصير ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي مرحبا بك سيد مختار مرحبا بك بالإخوة المشاهدين كمحامي وناشط حقوقي كيف يمكن التعليق على أوضاع المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية في الحقيقة لا بد من توضيح أمور مهمة لمعرفة التوصيف القانوني وكيفية التعامل مع هؤلاء المختطفين هل هم مختطفين مدنيين أو مختطفين أسرى حرب حتى أن أعرف من المسؤوليات التي تترتب على الأطراف نتيجة الانتهاكات حقوق هؤلاء المختطفين والمعتقلين لأن المختطف أو المعتقل إما أن يكون مدني وإما أن يكون أسير حرب فإن كان مدني فتسر عليه القوانين المنظمة للمشتقذين بصورة غير مشروعة ويكون المسؤول عن احتجازه القائم باحتجازه مسؤول أمام القانون عن هذا الانتهاك باعتباره تقييد شرية غير مشروعة ومعاقب عليها سواء في القوانين الوطنية أو في القوانين الدولية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أوقبت في حال اعتقال مدني سرعة تقديمه إلى القهات القضائية للفصل في مشروعية احتجازه كما تمكنه من أن يتقدم بالطعن بمشروعية احتجازه هذا في حال أن كان الشخص مدني لكن أسير الحرب طبعا القانون الدولي والإنسان الاتفاقي والقانون الدولي الإنسان العرفي في النزاعات المسلحة الداخلية وإن كان لم يشر صراحة إلى حقوق الأسرة من الجماعة المسلحة لكن اعتبر بشكل عام وفقا للمبادئ التوقيهية من المحاكمة الجنائية الدولية التي سبق محاكمة مقرمي حرب في انتهاكات لحقوق الأسرة باعتبار أن حقز الأسير مشروع ولكن يجب معاملته معاملة إنسانية دون إخضاعه للتعذيب أو للتشويه أو للإستهزاء أو للسخرية أو الحق من كرامته هذا بالنسبة لتوصيف المدني والأسير نعم قصتنا اليوم هي قصة مختطف يعني من منزله يرويها بنفسه تعرض للتعذيب بطريقة بشعة لدرجة أنهم عبثوا بساقه جراحيا فاضطر الطبيب لبترها بعد أن أفرج عنه كيف ينظر القانون إلى جريمة تعذيب المختطفين أو المعتقلين؟ طبعا قريمة التعذيب سواء للمختطفين أو للمعتقلين أو لأي كان قريمة بكل المقاييس وجميع القوانين تبرم مثل هذه الأعمال الخطيرة قد تصل قريمة التعذيب حد أن تكون قريمة ضد الإنسانية إذا ارتكبت بشكل منهجي وبصورة عشواء بشكل منهجي أيوة وبشكل واسع النطاق وبشكل منهجي متكرر يعني على أشخاص بشكل متكرر أو بشكل هجوم واسع النطاق طبعا من خلال التقارير المرصودة للانتهاكات جميع الجرائم التعذيب المرتكبة هي ترتكب بحقصيات وجماعات معارضة للأطراف وبالتالي ينطبق عليها أنها جرائم ضد الإنسانية لأنها ترتكب بشكل منهجي وليس بشكل عارض وهذا ما يجعلنا نصفها جرائم ضد الإنسانية أما بالنسبة لقضية تقريمة فقضية تقريمة اتفاقية جنيف لعام 1949 تقرم التعذيب المادة الثالثة المشتركة التي تنظم النزاعات الداخلية تقرمها في المادة أربعة الفقرة سنين ألف وكذلك القواعد العرفية القاعدة تسعين تحضر التعذيب والمعاملة القاسية والإنسانية والاعتداء على كرامة الإنسان القانون الجرائم والعقوبات والجزائية العسكرية اليمنية في المادة واحد عشرين يقرم تعذيب الأشخاص سواء كانوا مدنيين أو أسكريين أو مقاتلين أو تعريض حياتهم للخطر أو تهديد صحتهم أو إنزال آلام شديدة بأجسامهم أو عمل تقارب علمية مخالفة للشروط القانونية عليهم كل هذه الأعمال حتى التعذيب النفسي والمعنوي مقرم قانونا ويجب مساءلة القائمين على هذه الانتهاكات وفقا للقوانين الدولية والقوانين المحلية وكما ذكرت لك سابقا قد يصل أن توصف جرائم فد الإنسانية في حال ارتكابها بشكل متكرر ومنهجي وفي نطاق واسع قلت أنه يجب مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم الجرائم المركبة الاختطاف والتعذيب لكن يعتقد هؤلاء أنهم في منع عن المساءلة أو حتى الوصول إليهم باعتبارهم يتخفون خلف كنا وخلف وجوه يعني مستثرة ولا يعرف أحد على وجه التحديد من هو يعني من يقوم بهذه الأعمال الوحشية في المعتقلات أعتقد هم واهمون أي طرف واهم إن كان يعتقد أن الطرف الآخر لا يعلم من يقوم بانتهات يا أخي العزيز بالذات قضايا الاختطاف أو التعذيب التي تتم في السجون القوانين وضحة في حالة كان الشخص المباشر القائم بالاختطاف والاعتقال والتعذيب بشكل مباشر يتم مساءلة القائم على الاحتجاز يتم مساءلة الآمر يتم مساءلة الرئيس يتم مساءلة القادة عن هذه القرائم وإن اختفى الشخص المباشر فهناك أشخاص كثيرة يمكن أن تقام عليهم المسؤولية الشخص الآمر الشخص الذي لم يقوم بواقباته القانونية تقاه منع مثل هذه القرائم لأن ارتكب القريمة إما أن يقوم بفعل أو انتنع فعل القائم المباشر بالتعذيب هو مسؤول كذلك الممتنع عن إخدار أوامر بمنع التعذيب أو بعدم محاسبة من يقوم بمثل هذه القرائم ومساءلته وتوقيت مثل هذه القرائم يعد كذلك مسؤول في هذه الحالة باعتبار أنه لم يقوم بواقباته وثقا للقانون الدولي الإنساني حتى الجماعات المسلحة على فكرة لا تعتبر بأنها خارجة عن نطاق الالتزام في القانون الدولي الإنساني طالما وهنا تكييف للنزاع المسلحة على أنه النزاع مسلح داخلي فجميع الأطراف سواء الدولة أو سواء الجماعة المسلحة ملتزلة في تصبيق القوانين الدولية الإنسانية في التعامل وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وعدم ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية الإنسانية بشكل عام ربما يظن هؤلاء أنهم في مأمن نتيجة لعدم تحريك الدعاوي القضائية وقيام المنظومة القضائية بدورها كمحامي كيف يمكن تحريك هذا الملف يعني إذا ما تم إعلان عدد من أسماء هؤلاء المنتهكين بالأدلة الموثقة أو حتى إعلانهم كمطلوبين للتحقيق فهل هذا سيحد من عمليات التعذيب بحق المختطفين وهم بالآلاف في سجون الميليشيا نعم يا أخي العزيز هذا ما نأمل أن يتم هذا التقارير الدولية ذكرت هناك بقائمين بالانتهاكات بالأسماء ومحددين بأسمائهم وأشخاصهم لماذا لا يتم محاكمة هؤلاء الأشخاص لماذا لا يتم تفعيل النيابة العسكرية والمحاكمة العسكرية لمعاقبة منتهكي أو مرتكبية القرائم الخطيرة ضد الإنسان وضد الإنسانية وضد الأسرة وضد المدنين هذه تساؤلات كثيرة حتى نحن نطرحها على الشرعية على الدولة لماذا لم تفعل قضية التحقيقات الجنائية رغم أن اللقنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاسة حقوق الأنسان قد قدمت التقارير الكثيرة أكثر من ثلاثة تقارير تقدم إلى الحكومة وفيها توصيات وفيها نتائج التحقيقات وفيها أسماء حتى قانون لا حتى وحظيت هذه اللجنة أيضا مؤخرا حظيت بدعم دولي وبتأييد يعني وتأكيد دولي على وجودها ودعمها بخبرات دولية نعم نعم لكن التراخي في تفعيل تقارير اللقنة الوطنية يجعل المجتمع الدولي ربما يسعى إلى تدويل قضية التحقيقات وإخراج نطاق المحاكمات إلى محاكمات دولية وهذا ما كان ترفض الحكومة واطراف الشرعية والتحالف الذي صررون على أن تتم التحقيق الداخلية لكن المجتمع الدولي ينظر أن في حال تراخي من الحكومة الشرعية عن التحقيق ومحاكمة مرتكبية الانتهاكات سواء من الجهات الشرعية أو الجماعات المسلحة لا بد أن لا يثلتوا من العقب ولا بد أن يحالوا إلى التحقيق وفي حالة التراخي أو التساهل سيتم انتقال ملف يمكن أن تحرك دولياً نعم عودة إلى المختطفين المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي المخلوع هل لديكم أي إحصائية عن هؤلاء سواء في اليمن بشكل عام أو في محافظة تحديداً طبعاً الإجمال هناك المعتقلين والمختطفين أكثر من 5200 مختطف معتقل في عموم البلاد في عموم الجمهورية منها 4900 مختطف معتقل في سجون جماعة الحوثي من من تعرضوا من توفوا نتيجة التعذيب في السجون الموليشي وصل إلى 111 حالة وفاة 111 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع أيوة 111 حالة إلى قبل شهر تقريباً هذه الحالة موثقة في تقارير محلية وأشارت إليها لقنة العاف والدولية وأشار ولكن بشكل موجز تقرير لقنة الخبراء وتقرير المفوضية السامية الحقوق الإنسان رغم أننا نعيد على التقارير الدولية بأنها تذكر ذكر خاطس إلى انتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وقوة صالح في مقابل أنها تلفت النظر على انتهاكات أخرى تحاول أن تصنع توازن معها نعم نعم إضافة إلى هؤلاء كنت تسرد إحصائية يبدو أنك لم تنتهي منها نعم كذلك كما ذكرت لك اللجنة الوطنية رصدت 1037 حالة اعتقال تعسفي واختفاق سري طبعاً لكي نضع المشاهد الكريم أمام صورة من هو ما ماذا نعم بالاختفال القصري طبعاً الاختفال القصري والاعتقال الاعتقال والاختفال القصري يتم بطريقة واحدة وهي الاحتقاز لكن الاعتقال أن الشخص المعتقل يصرح أو يعترف بأن لديه شخص معتقل والاختفال القصري أن الشخص المعتقل أو المعتقل يرفض عن إعطاء أي معلومات عن هذا الشخص لذلك يصف هذا بأنه اختفال قصري وكما ذكرت ولا يعرف مكان تواجده ولا يعرف طريقة الوصول إليه أو التواصل معه بعكس المعتقل الذي يمكن زيارته النزاع المسلح في اليمن وأصبح أكثر وحشية أصبح ترتكب فيه انتهاكات خطيرة ومبالغ فيها وكأننا نتعامل بشكل غير منطقي وغير معقول هناك انتقامية تمارس أشخاص مدنيين ولا لهم علاقة بالنزاع ولا بالأطراض هناك انتهاكات لجميع القوانين الداخلية والدولية العرفية والمكتوبة ناقشنا قبل أسبوعين قضية المختطفين في تعز فيما يعرف بمدينة الصالح السكنية أو معتقل الصالح كما هو الآن الوضع هل تمكن فريق حقوقي من زيارة هذا المعتقل حتى الآن لا ربما ربما تكون مندوب من اللقنة الدولية للصريب الأحمر لكن لما نرى في تقارير نحن نطلع ونقرأ تقارير اللقنة الدولية للصريب الأحمر التي تعتبر معنية بمثل هذه النزاعات بزيارة السجون أما بالنسبة لفريق أو لقنة من جهة مشكلة من الطرفين أو مشكلة من طرفات الشرعية لا يسمح لها بالدخول مطلقا نعم عادة ما تعرض الميليشيا الإفراج عن المختطفين من مقابل إطلاق سراح أسراها وهو ما حدث في قضية هذه الحلقة مع المختطف نشوان الحيدري المفرج عنه كيف ينظر القانون لهذه العملية عملية اختطاف المدنيين والأبرياء من منازلهم ثم المقايضة بهم بمقاتلين تابعين للميليشيا طبعا سأبقل قصة كانت محل خلاف في تعز تفضل من أغلبهم مدنيين ثم اختطافهم طبعا في هذه الصفقات تعتبر مخالفة للقوانين الدولي الإنساني ومخالفة للقوانين الوطنية لأن هذه القوانين قد عرفت أثير الحرب بأنه القي القبض عليها العملية القتالية واشترك في القتال أما المدني فينطبق عليه قانون آخر ولا ينطبق عليه قانون كما هو حال حال موضوع حلقتنا الأخ نشواني اختطفوه بين أطفال الأثر عمل مشروع ومن قام به لا يسأل إلا عن انتهاتات في حق الأسير إذا تقاوز حق الأسير لكن الاعتقال أمر غير مشروع لذلك جماعة الحوثية تحاول أن تخرج نفس مدنيين على اعتبار بصفقات تبادل أسرى باعتبار أنهم أسيري حرب وتخرج من المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الاعتقالات يعني هي تعمل شرعية ما الذي يفترض في هذه الحال عندما يعني تقوم هناك لجنة وساطة لتبادل الأسرى يعني يتكرر أن الحوثيين أصلا اختطفوا مدنيين وقاموا بمبادلتهم ما الذي يفترض بالمفاوضين ما هو الموقف القانوني يعني لا أحد سيرفض إطلاق هذا المختطف طالما وبإمكانه أن يمكنه من حريته حتى وإن كان مدني طبعا أكيد 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 نعم نحن لا نقول أنه مثلا لا يتم التبادل لكن يجب أن تكون هناك محاضر رسمية توضح صفة الأشخاص من هو أسير ما الشخص المفرق عنه هل كان معتقل مدني أم أنه كان معتقل أسير عسكري بحيث أنك تحفظ حقه مستقبلا وتثبت صفته لهذا الإجراء الاحتيالي من قبل الميليشيا أن تختطف مدنيين ثم تطلقهم كمقاتلين هل يمكن أن يضيع الحقوق أساسا ويشكك في رواية هؤلاء طبعا في حال أن حصلت جماعة الحوثي على كشوفة صريحة ومخطومة بأنها بادلت أسرى حرب فهما تكون قد أخلت مسؤولية لكن كما قلت لك إن كان هناك محاضر أو أي أوراق أو وثائق تثبت بأن هؤلاء كانوا مشتجزين ومعتقلين مدنيين فأنت هنا ثبت جريمة على هذه الجماعة نريد التنبيه هنا نريد التنبيه لهذه النقطة القانونية من قبلكم باعتبار أنه عادة ما يتم هناك تبادل لإطلاق الأسرى والمختطفين فيتم من حيث يعني لا يشعر القائمين على هذه المبادلات منح الميليشية السكوك لاتهامات هؤلاء الأبرياء الذين تم الإفراج عنهم طبعا نكيد نحن كما بكرت لك في تعز تم تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الصفقة وتم توضيح اللجنة التي حققت شكلة من محامين ونشطاء ووجهات سياسية وتم التوضيح للقادة فيما بعد بشكل عام كيف تتم عملية مبادلة الأسرة ومدى الاحتفاظ بحقوق الأشخاص المشتقدين سواء كانوا أسرة أو مدنيين حتى لا تضيع حقوقهم لأن احتجاز مدني كرهينة هذا يعتبر في القانون هذا قريمة باعتبر أنك حجز رهينة مدني لكي تبادل به أسر حالة نعم إذن المحامي والناشط الحقوقي مختار الوافي شكرا لهذه الإضاحات كنت معي من مدينة تحز أعزائنا المشاهدين تردنا الكثير من الاستفسارات تتساءل في مجملها عن سبب عدم قيام برنامجنا بتوثيق قضايا حقوقية في مناطق سيطرة الميليشيا بصنع وما حولها والحقيقة أن طواقمنا غير مسموح لها بالعمل في تلك المناطق في البترة الحالية وكما تعلمون فبرنامجنا يقوم على التوثيق للقضايا وليس فقط الحديث عنها أي لا بد من أن يتواجد معنا الضحية أو من يمثله أو شهود عيان في مادة مصورة توثيقية وهو ما يتعذر علينا توفيره في مناطق سيطرة الميليشيا حاليا حيث سيتعرض من يمكن أن يظهر معنا إلى إجراءات انتقامية من قبل الميليشيا التي تحتكر المساحة الإعلامية في مناطق سيطرتها وتنتهك بذلك حقوق الصحافة الحرة بغرض التعتيم على ما يتم ارتكابه من جرائم بحق المواطنين سواء من قبلها أو من ضربات طيران دول التحالف ولا يزال مكتبنا في صنعاء منهوبا ومغلقا ولا يزال ستة عشر من زملائنا الإعلاميين مختطفين لدى سلطات الانقلاب أغلبهم تجاوزت مدة اعتقاله العامين لذا نأمل من الجميع في هذه المناطق القيامة بالدور التوثيقي الممكن لهم وموافتنا بهذه المادة إن استطاعوا أو الاحتفاظ بها إلى حين التمكن من عرضها على القضاء واللجان التحقيق والتعامل الإعلامي معها وتذكروا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما يكن مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصارنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام نشوان الحيدري تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة